بحلول العشرين من الشهر المقبل تأمل الحكومة اليونانية في إتمام اتفاق مع دائنها وقدم للبرلمان مشروع قانون يخص الشقة الثاني من الإجراءات المثيرة للجدل التي يطالب بها الدائنون ويتوقع أن يتم تصويت على تلك الإجراءات بالموافقة مساء الأربعاء ويقول وزير البيئة والطاقة اليوناني ما هو مطلوب منا هو أن نطبق اتفاقا صعبا اتفاق فرض علينا وستكون له آثار سلبية على غالبية المجتمع وتسعى اليونان إلى الحصول على قرض ثالث على مدى ثلاث سنوات وفق اتفاق تم توصل إليه قبل أقل من أسبوعين بين آثنا ومنطقة اليورو ويقول محلل سياسي ستكون هناك ممانعة بخصوص الإصلاحات الهيكلية خارج البرلمان والدولة نفسها قد تؤجل كل ما يتعلق بالبيروقراطية لأن همها ليس في هذا الجانب وتلك هي المشكلة أنت تجبر شخصا لا يريد أن يفعل هذا وقد يتراجع ويفوت الفرصة ويشكل تصويت المنتظر اختبارا جديدا لحكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس الذي تبنى قبل أيام الشق الأول من الإجراءات بفضل أصوات المعارضة اليمينية والاشتراكية